أصلا أخي أخي عمر معمر النصاب هذا العلمي وهذا حقيقة النصاب تكون عطيبه خلق الله النصاب تكون دعيف بثاف لأنه لماذا؟ لأن النصاب تكون يتعامل مع الناس و مع الجران و مع جميع المواطنين يستطيع أن يسمع حقه و يعطيه لأنه لأنه في دماغه و عقله رواح هذا الوقت ينصب لأن الإنسان يعطيه فلوس نعم 704 مليون و 5 مليون و نعملها ينزل بثافة عشر هذا المصاب وهنا من المسكينة فلوسة تجربة فيها فهما نحن إيجادها لماذا؟ هم يتعامل إيجاد للسكن في أحد الناريس انه يتم حددك ماذا؟ كيف يتعامل سخار؟ سيدتي فدت سياس و لكنها ستجربت من قبل أن أتوقع الناس ومعنا سأعطيكم الشيك عن شد من عنده قد وقدم يعني الناس من الشيك وشافهون الناس في منغزا بشيك عادة تقولين أنا عاطيكم شيك سيرو ديكالاريو لذا لأنه معه نحن فقط من القاري القانون من المخزن نحن فقط من السيدة فالناس تجاوب من السيدة تقولي أعطيك شيء أريد أن أعطيك ديني يعني عارفة يعني عندها اتصالات لأنه عمر ومشوا الناس الغري في الأمر أخي عمر نهار السبك ومشوا الناس هنا المصلة على البوليس وقبل أن يخرجوا معنا لأنه عادي لأنه مهما الشيكاية ممكيفة لم يكن في النياب العامة لأن النياب العامة هي أمر بالاعتقال لا يمكن أن يتحركوا يعني البوليس لا يمكن أن يتحركوا لذلك يبقى مع مكاك وعندما أصدقاء هناك بعض الأصدقاء لأنه من المشاهدة لأنه من المشاهدة لأنه من المشاهدة لأنه من المشاهدة 90% لأن الشيكاية مهما أعطيكم يجب أن تقلبي لأن المشاهدة لأنهاها لتقلبي لأنها تصبح لأنها تقلبي لأنها تقلبي لا يمكن أن تكون الأدار كاملا. نحن تكون الأدار كاملا. يوم الثالث سابقين لتزرع البلازمة. تفضل التاريخ لكاريرن. لديه أدار. يمكن أن تسريد المنزل. تدخل على الأدار. يجب أن تدخل البلازمة. تطريقة الوصفية. لا نستطيع التقليد منه. لا نستطيع أن نزلت المنزل. لا نستطيع أن يكون مجموعة. إنه سيدا. هو اللي تعطيها التعليم توريها الطريقة بشتتنصب هو اللي هي دبراها مع تاقلها ورغت دان شاء الله يوم اثنين اللي غي تم المحكمة ديالها بنسبة قويا الأخ ديالي بنسبة للضواحي عبش تعرفوا أن الضواحي لف ديال خديجة لف ديال هذا اللي في شريع شوفوني ما أقل شعر عنده قهوة شو واحد رغتكم تعرفوا الضواحي ربشي كامل انت يدعي هذا مصدر جيد موته تقريباً كثير من الناس كانوا يقولون كلهم خطيئة كانوا يقولون خطيئة لما شفوا عينين ربح وكانوا واحد ضواحي لأنهم يدعوهم مع المخزن أنا لا أريد أن يدعي مثلاً نحن ندعي مثلاً عاملة شرطة دافع سوف يدعي شكاية لا يستطيع واحد موظف في المحكمة دافع لا يستطيع هذا يمنع في القناة يمنع وكثير من الناس يقولون انصاب عليه ويعطى الله أعطاه أخي القليل ربما سمعت 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 مليون مليون مليار وقليل بعض الناس لأن واحد الناس اللي يتقعوا في اللي جيران وتعرفوني اللي هدرش بها ما هذه ردت لهم واحد المبلغ مالي كانوا عطينا ربما ثمانية ولا هدي ما قدرش تحددك لأنه ما عنديش ردت لي واحد مبلغ واحد جوجة مليون والاربعة والاخرين ما تبقى مهم را ما ردت لي مواله ورعا اداروا شي كاية ديالهم وهدي وهي را تشدت ورا غدن شاء الله ستقدم محكمة أنا الأخ عمر ميساجه رسالة الواضحة اللي بغي نوصل على هاد مدينة سيسليمال اللي احنا المسقد يا رأسنا فيها واللي اللي نعرفه كل شي هو أن السبب الرئيسي رخص الدولة التحرك رخص الناس المسؤولة التحرك لأنها تشدت يوقع عشر سيسليمرة عادة وش عباد الله مدينة الوحيدة ملطان جل القويرة زيرهم عمل لا يوجد العمل بصفة نهائية بصفة نهائية كانت واحد عرض بأن قبل من هذه القالية تفصيلات قادية التي تنصب على أحد المجموعة الجنة كيف تفعله توقف السيداء كما قال أخ عمر أن المدينة سيسليمان هناك ناس دراوش ناس طيبين التي نعطوهم المسؤولين السياسيين والإداريين عربية نحن نرى نحن نرى الكثير نرى المعاملات ونرى الناس يعني الناس يتاقوا وبالله عليك أقسم بالله هذه أنا والسيد توقع يشوف هذا الفيديو هذا المباشر سيد دفع الجوج أعرفه الصديق لأن توقف توقف ونرى ماذا أعطي أعطني أعطي شك محمد وشريف أعطي 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 أم أم أعطي هذا الفلوس مهما نعطي أعطي الشك الشك أعطي لأن شك فرح يحلب أعطي يتجد الوصف الفنك يجب أن يقوم بحاجة لكي يجب أن يتجد الوصف يجب أن يتجد الوصف كما تقول لكم نصاب الميصاج الذي أريد أن يصل لكم هو أن النصاب يكون دائما رجل عظيم و لكن المرأة يكون مرأة عظيمة لماذا؟ لأن تكون في مخه و في الدماغ الداخل و هذا يصاب و هذا هو خديسة و هذا هو ميصاج و رسالة الناس المسؤولين هم الذين يرون أن هذه الدينة ستتعرض بمثال المشاكل و كما ترون هذه القادية الهجرة السيرية التجارة في بشار التي تتعود ثالثة مرة و لهذا تطلبهم الناس المسؤولين هم الذين يرون الحل هذه القادية العقود الوهمية ليست أول مرة هنا في أقلم في مدينة سيسليمان و تلاحظوا أن نحن هنا مدينة سيسليمان هي مدينة صغيرة و مهمشة و رغم ذلك و هي مدينة الوحيدة في المغرب من طنجة اللي تتكرر فيها الظاهرة هذه الثالثة مرة أم الرابعة كما كنات نحن على الظاهرة اللي كانت وقعت في خديجة هذه اللي كانت تهية القادية الهجرة السرية و التجارة في البشار من موراها واحد سيت و لا نسيت عن اسم دياله في شارع شوفوني تهية اللي كانت فيها بزيف ديال الشباب و الشباب و الشباب و الشباب تتكرر عدة مرات في مدينة سليمان و اللي تلاحظوا ربما أن السبب الرئيسي هو أن هذه المدينة مهمشة و الشباب يجب أن يحق الحلم بأي طريقة نظرة هذه المدينة بدون مع يد العاملة كثرة الشباب يعني عاطل يعني كما تلاحظوا قهوة شدة قهوة كثرة القهوة يعني تهي 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 أن الساكنة مدينة سليمان يعني يسمون الناس المسؤولين كما تقول لا تقول المسؤولين سيفاء عامة ليس المسؤولين سياسيا فقط بل المسؤولين يعني تقولوا هؤلاء الناس سليمان و لا نكرروا أن هذه القادية نصب الهجرة السرية التي تتعود ثالث مرة يعني هذا الدليل على أن الناس رهنية وتتاق و ما نقول لكم أخوتي و ليلى هيلة محمد رسول الله و انتمنى الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته